هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصرية عدد من اللقاءات مع عضاء مجلس النواب حول بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بعد الموافقة المبدئية على مجمله وزير الزراعة يعتبر أول وزير من الحكومة الجديدة بعد السادة النواب رئيس الوزراء يحضر إلى المجلس لعرض بيان وزارة الزراعة على السادة النواب الحقيقة الساد الوزير ألقى بيان تناول فيه خطة الوزارة خلال الفترة القادمة البيان الحقيقة تضمن العديد من الموضوعات المهمة كان على رأسها إن الحكومة إن شاء الله خلال الفترة القادمة سوف تضيف حوالي 2 مليون فدان إلى الركعة الزراعية خلال الثلاث سنوات القادمة في الحقيقة النهاردة منقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة دعاء عريبي بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار هذا مشروع مهم جدا ومشروع مميز جدا لأنه في الحقيقة بكورة إنتاج الحوار الوطني أول مشروع قانون يحيله السيد رئيس الجمهورية لعرضه ومنقشته في الحوار الوطني قبل عرضه على البرلمان في الحقيقة إحنا قطنسق الشباب الأحزاب والسياسيين كلينا صوالات وجوالات ومشاركات أثناء منقشته في الحوار الوطني وخلينا نتكلم بقى بشكل عام كده عن المجلس الوطني للتعليم وأهميته في الحقيقة ده من وجهة نظر هيكون أول ضامن إن إحنا يكون عندنا مشروع قومي للتعليم في مصر